السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم فهمني كيميا ومع برنامج كيمستري لطلاب الصف الاول الثانوي لغات وان شاء الله نرد نشرح جزئية مهمة في يونيت 5 وهي الفكرة ما بين انرجي وماس يعني الريليشن اللي بتوين الانرجي والماس رمز الاي هو رمز الانرجي والماس هي رمزها ام فاينشتاين طبعا معروف علم كبير عملنا بتوين انرجي والماس بس الانرجي اما تكون يعني بيونيت اللي هو الجول واما الانرجي تكون بيونيت تانية اسمها في الاول تعني نشوف لو الانرجي يعني بيونيت الجول فلازم الماس تكون كيلو جرام يبقى لما يكون الاي جول وماس كيلو جرام لكن الانرجي لو بيونيت اسمها مليون فتبقى الماس بيونيت اسمها يو ده يونيت خاص بالاتوم يعني اتومك ماس يونيت فاحنا تعال نشوف هنحل ازاي بداها وازاي نحل بداها في المسائل اللي هي فيها اي جول بيطلب منك ان الاي تكون بالجول انت سيادتك بتاخد الماس تضربها في حاجة اسمها سي سكوير سي سكوير اللي هي يعني سرعة الضوء بتكون سري طايمس تن باور ايت طبعا هنا قول باور تو يعني ده ده مش هيدورك في المسألة انت سيادتك تكون عارفه او تكون معاك في القانون في المسألة لو نزلت لك مسلا ان هو ايه وين فايف جرام فايف جرام يبقى مديك هنا فايف جرام طيب ما لهم دول كونفيرت هيحولهم كونفيرت تو انرجي جول عاوز يحل المسألة لو انت معاك فايف جرام هتحولهم ايه لانرجي جول هتحولها ازاي? اولا ده جرام فايف صح? وانت شغال نظام كيلو فلا تنتحول الجرام للكيلو. ازاي نحول الجرام للكيلو يا شباب? يبقى اول فكرة ان انا عندي شوية تحولات كنت اخلي بالنها منها ان لو عندك المس جرام عاوز تحولها لماس تانية اسمها كيلو جرام. انا عندي المس ايه جرام عاوز احولها المس كيلو جرام. يجي لازم اعمل واحد يقول لي مسلا اعمل ماش هي هي. تمام? فهتعمل ايه جول اكوال ام كيلو جرام. طيب انت عاوز ايه جول? طيب الام دي كانت فايف دي فايدد اللي هو طيب اها طيب اللي هو السي سكوير اللي هو كان ستري طايمز تن باور ايت اول باور تو تعمل ده طايمز ده كل ده بتخلص منهم ويطلع لك فور مسلا بوينت فايف آآ طايمز تن باور فورتين. المهم ان اليونت تطلع ايه في الاخير جول? يبقى كده ما اعطنيش في المسألة غير فكرة واحدة بس معلومة واحدة بس. وانا عوضت بالسي سكوير اللي ده محفوظ او ده معايا في الشيط. وعملهم ونساش نحول الام الى كيلو جرام. هنا لو المسألة دي هي هي بس اعاوز اشتغلها بنظام ايه? بنظام اللي هو المليونترون فولت بجساعة هيقول لك ايه? برضو فايف جرام كونفيرت ايه? المرة دي هيطلب منك ايه? مليون الكترون فولت. هيطلبها من منك مليون الكترون فولت. في الحالة دي ما ينفعش اشتغل الماس الكيلو جرام. يعني لو اعطالك بالجرام زي ما هو اعطالك هنا فايف جرام اه. لازم تحولها للام يو. تب ازاي احول يا مستر من ام جرام يعني ماس باي جرام هحولها الماس باي يو اللي هو اتومك يعني وحدة الاتوم. يعني انت عندك كأنهم جسوها بمقياس خاص بالاتوم. اللي هو للاتوم اللي هو اليو الصغير ده. تمام? يبقى انت عندك ام جرام المرة دي عايز تحولها مش زي ده ام كيلو. لا انت عايز تحولها المرة الام يو. هتعمل المفترض كده تعمل بس هتعمل ليه? لان هيكون يعني بص كده. بدلا ما كنت هعمل هعمل ايه? يبقى هنعمل ايه? يبقى هنعمل ايه? في وان بوينت سكس سكس تين باور نيجاتف تونتي فور. يبقى عندك هنا ده الباور كام نيجاتف تونتي فور. يبقى انا كده هعمل ايه? وان بوينت سكس سكس تين باور نيجاتف تونتي فور. ده تحويلة لماس الجرام لماس اليونت. طبعا اه ماس اليو. طبعا لو العكس كان هتبقى لو هحول من الام يو للام جرام كنت هعمل تايمس. وان بوينت سكس سكس تين باور نيجاتف تونتي فور. وهنا نفس الفكرة لو كنت هحول من الكيلو جرام للجرام كنت هعمل تايمس آآ باور سري. المهم ان انا خلينا في دي. انا لازم احول الماس من جرام لام يو. ازاي? هعمل اول حاجة الاي مليون الكترون فولت اكوال ام يو طايم اسمين اللي هي ناين سري وان. طبعا ده ده مكان اللي هو زي ما مكان الام كيلو جرام. طيب المهم هتعمل ايه? الام ده دلوقتي عندك الرقم اللي هو الام ميو هتعمله ازاي? الام ميو هتعمله ازاي شباب? هتاخد اللي هو الفايف جرام اها الفايف. زي ما اقولنا هنا دفايدد وان بوينت سكس سكس تايمس تين باور نيجاتف تونتي فور. وبعدين هتضربه في اللي هو الرقم اللي هو اللي هيطلع ايا كان مين هو هيطلع باي مليون يبقى ليونت هنا وهنا ليونت جول. طيب ده انا كده فهمت. طب يا مستر لو انت معاك على طول. يعني افترض معايا ان انت معاك وعاوز تعمل لها ايه جول او العكس يعني هحول من الانرجي للانرجي على طول. ينفع يا مستر بدل ما لف اللفة دي الطويلة. لو معاك ايه جول وعاوز تحولها ايه مليون ايكترون فولت. شوف انت هتحول من دل ده هنشوف دلوقتي. لو ده ايه جول في الحالة دي بعمل واحدة بس مش اتنين. مش هنا كان في اتنين لا هنا واحدة بس. طايم از تين باور نيجاتف سيرتين. يجي هنا النيجاتف كام سيرتين. لو هحول من ايه مليون ولكترون فولت عشان احولها للايه جول في الحالة دي هعمل تايمز وان بوينت سكس تايمز تين باور نيجاتف سيرتين. تمام? تخيل معاك كده آآ بعض الافكار اعطاك مسلا مسألة ايه مليون وعاوز آآ ماس كيلو جرام. قد قامك حل من اتنين. ليه ما داخد ده اللي هو يطلق لك والام يو تحوله لام كيلو. ده ادي طريقة. واحدة تاني يقول لي لا تبا انا مش عايش باني الفكرة دي. تبا انا معايا احولها على طول للايه جول بان انا اعمل تايمز وان بوينت سكس تايمز تين باور نيجاتف سيرتين. فيطلع لي ايه جول. كبير كده الايه جول دي اعملها تطلع للام كيلو جرام. يبقى الحل التاني بيعمل ايه? بياخد يحولها على طول للايه جول بالرقم ده. معايا ايه جول خلاص. دخلت في ايه? في الشكل ده. معايا ايه جول ومعايا سي سكوير. ده كونسطنط مش بيتغير. فتعمل الرقم اللي هو اللي في المسألة. اللي هو سري تين باور ايت. اول باور تو. ده دي ده يطلع لك لام كيلو جرام. دي اهم الافكار واللي عنده مسألة او مشكلة في المسألة دي يسيب لنا آآ كومنت. وان شاء الله هنكون مع بعض آآ في يوم ليلة الامتحان آآ يوم التلات. فنرى بيكون مع بعض يعني ايه? فاهمين ومتوصلين. وشكرا لكم على حسن الاستماع وتابعوني في فيديوهات قديمة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.